النهاردة جايين نتكلم معاكم عن أشهر ثلاث أسباب للإسهال لكن بعد الفاصل انتظرونا يلا بقى على طول نبدأ بشكل مستمر علشان ما نضيعش وقت الحلقة بتاعنا وقت الحلقة بتاعنا سمين أشهر ثلاث أسباب بتقابلنا في الايادة اللي هي حالة النزلة المعوية حالة القولون العصبي حالة الأميبة هناك أسباب أخرى مؤدية إلى الإسهال زي الإيدز أو تسمم بصوا يا جماعة بشكل بسيط كده نلخص كل الكلام اللي احنا بنقوله ده بدون كلام معقد بكلام بسيط نقدر كلنا نفهمه أي حد يتفرج علينا يقدر يفهمه بشكل ما فيش حد يبقى خارج مش مبسوط عايزين كل الناس من هنا تكونوا نطلعها مبسوطة من الفيديو ده عايزكم بقى تركيزوا معايا واحدة واحدة إزاي نفرق ما بينهم كلهم بصوا يا جماعة ما نيجي نتكلم عن تشخيص الأميبة نقدر نقول بشكل بسيط قوي احنا الكلام بتاك يا دكتور بتدينينا دايما معلومات جميلة جدا ومهمة جدا وناس كتيرة جدا ما تعرفهاش لكن دلوقتي يا دكتور ازاي نشخص حالة الأميبة حسنا يا جماعة قبل ما نتكلم عن تشخيص الأميبة لازم نتفق واتفاق كده مع بعض ما نيجي نقول إسهال لسواء كانت النازلة المعوية أو القولون العصبي أو الأميبة إنه كلهم مشتركين في حالة وجع البطن تمام؟ دي كده النقطة رقم واحد النقطة التانية بقى نمسك كل حاجة من المسك الأميبة ونتكلم فيها بشكل وما نيجي نتكلم عن تشخيص الأميبة نقدر نقول إن فيه في وجع أثناء التبرز مع ريحة براز كريهة طبعا والحالات الأساسية اللي قلنا عليها إنه فيه إسهال مع وجع بالبطن يبقى إسهال ووجع بالبطن وريحة براز كريهة ووجع أثناء التبرز ده كده بشكل مختصر خالص الأميبة نتكلم عن تشخيص النازلة المعوية لازم يكون فيه إسهال والناس لم تتفرج على الفيديو النازلة المعوية تتفرج مع له دلوقتي ي Chworking model هناك معلومات كافية compensation وشاملة عن الأسباب والتشخيص والع選ل والرشطة الطبيئة التي تكتب في العيادات أن نتخبر عن النازلة المعوية في كل بساطة أنها يكون مصحوبة مع إسهال judges تراجيع وسخوني والناس لم تفرج على فيديو النازلة المعوية يدخسبح لبشكل حي ل открыتفرج وبعد ذلك تعالقل لده تلك slaves الت commentary مع وعث التي قمنا بتواجه اعرفنا تشخيص الاميبة single muscular اعرفنا تشخيص النزلة المعاوية يلا نتكلم متحدث عن تشخيص القولون العصبي جميل جدا يا دكتور الكلام اللي تقول قتلنا تشخيص الاميبة قمناون بشيارة sag phenomena نتكلم كيفية تشخيص القولون العصبي ي verkligen نتكلم عن تشخيص قولون العصبي و لازم نقول ان هناك انتفاخات و سوق في الهضم مع وجع البطن و طبعا بتزيد مع الزعلalay أو الضغط العصبي عشان كده بننصح الناس بلاسس ناء في كل الاماكن في كل الندوات في كل الدورات في كل المؤتمرات في التلفزيونات في الراديو في كل الاماكن بننصح بنقول ممنوع العصبية ما تسمحش لأي حد بأي حال من الأحوال النواية على السابق لانك انت لا يجي لك الضغط انت لا يجي لك السكر انت لا يجي لك القلب انت لا تموت في النهاية وهو قاعد كده في حالة من البرود يلا جماعة بقى دلوقتي نراجع كل الكلام اللي احنا قلناه احنا تكلمنا اول حاجة عن الاسهال وقلنا ان الاسهال اشهر تلات اسباب لي واحد الاميبة اتنين النازلة المعوية تلاتة القولون العصبي بشكل بسيط تكلمنا عن الاسهال قلناه هناك تلات اسباب رئيسية او من اشهر الاسباب اللي بتقابلنا في العيادات قد تكون هناك اسباب اخرى زي الايدز او تسمم او ايا كان الاسباب الاخرى لكن انا بنتكلم دلوقتي عن اشهر تلات اسباب بالفعل بنقابلها في العيادة اللي هو الاميبة والنازلة المعوية والقولون العصبي اما نيجي بقى نتكلم عن كل حاجة اول حاجة اما نيجي نتكلم عن الاميبة نقدر نقول ان في ريحة براز كريهة وفي وجع اثناء التبرز طبعا مع وجع البطن يب احنا كده نميز الاميبة ازاي في ريحة براز كريهة في وجع اثناء التبرز في وجع بالبطن اما نيجي نتكلم عن الجاسترو انترايتس او النازلة المعوية نقدر نقول ان في وجع بالبطن مع الترجيع والسخنية وروح يسمع دلوقتي فيديو النازلة المعوية علشان تاخد معلومات مفصلة لازباب والتشخيص والعلاج والرشدة الطبيعية اللي بتتكتب في حالة النازلة المعوية وثالث حاجة اللي هو القولون العصبي اما نيجي نتكلم عن القولون العصبي يعني في وجع باسهال او امساك في وجع بالبطن في سوق هضم في انتفاخات وطبعا بتزيد مع الزعل والضغط العصبي علشان كده بننصح كل الناس في الرشدة بتاعتنا مش مجرد ادوية بس نكتب كده ممنوع العصبي مش عايزين نسمح لأي حد بأي حال من الاحوال انه هو يعصبنا يبقى كده كده لخصنا كل الكلام اللي احنا قلناه طب يا دكتور بقى الرشدة اللي بنكتبها في حالات الاسهال رشدة رشدة الاسهال في الهيادة يا دكتور يلا بينا نتكلم بقى دلوقتي عن رشدة علاج الاسهال وزي ما احنا قلنا من شوية الاسهال الاسهال وزي ما احنا قلنا من شوية هنبحث عن السبب بتاعنا هل هو جسر هل هو كولون سباستيك هل هو أميبة لنبحث عن السبب بالضبط بالنسبة للنزلة او النزلة المعوية بالنسبة للنزلة المعوية على فيديو كال NC animated video بدخلش نحو للتعمل عنه دول очень בעليا لكني نتعرف علاج النزلة المعوية هنسب لكم الرابط في الفيديو تحت بالنسبة لعلاج النزلة المعوية لو أدرون السائب يوجد هناك أنه قولون العصبي القولون العصبي روح اسمع الفيديو عشان تعرف علاج القولون العصبي اللي هنتكلم بقى عليه دلوقتي اللي هو علاج الاميبة علاج الاميبة علاج الاميبة يلا نعرف بقى علاج الاميبة ايه عندما نيجي نتكلم عن علاج الاسهال المسببة الاميبة يبقى هنكتب حاجة انتي باكتريال طب ايه الادوية يا دكتور اللي فيها الانتي باكتريال بشكل بسيط نقدر نقول الحاجات اللي فيها حاجة اسمها الانتو سيد تابلت أو الفلاجيل تابلت أو ستريبتو كين تابلت 500 نيلي جرام ده بشكل بسيط يا جماعة يبقى احنا دلوقتي بنعالج الاسهال مسببة الاميبة او علاج النازلة المعوية ارجاع للفيديوهات بتاعتها فيها معلومات قايمة جدا كتبين الرشدات هناك بشكل مفصل لكن النهاردة كتبنا علاج الاميبة المسببة للاسهال بنكسب حاجة انتي باكتريال يعني يعني مضاد للبكتيريا الحاجات دي كلها لعلاج الاميبة الاميبة المسببة للاسهال وبكده يا جماعة نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة عايز منكم كلكم بلاسهال انزل اعمل لايك او ديس لايك لو مش عجبك الفيديو يعني لو عجبك الفيديو اعمل لايك مش عجبك الفيديو اعمل ديس لايك علشان حتى انا اقيم نفسي واعدل من نفسي بشكل مستمر بحيس ان الجميع يستفيد شوك فالدال على الخير كفاعله شكرا ليكم كان معاكم الدكتور احمد عطية داشان رئيس الجمالية الطبية العمومية للتغذية العلاجية دومتم بصحة وعافية انتظرونا في حلقة جديدة